إلى قطاع التعليم العالي وبالضبط إلى الجامعة الصيفية للطالبة حيث أكد صلاح الدين دواجي الأمين العام بالنيابة لالاتحاد العام طلابية الحر أن أشغال الجامعة الصيفية المنظمة بجيجل والجارية حاليا قد عرف التوفد المئات من الطالبة ممثلين لأكثر من 35 ولاية حيث تهدف إلى توحيد صفوف الطلبة وأيضا التحضير الجيد إلى الدخول الجامعي المقبل كما انتقد أيضا محولات بعض الأطراف بتسييس الجامعة كما قلت أيمن عبد الراحيم جيجل بعد توفد المشاركين من جميع ربع الوطن بقوة المشاركة في الجامعة الصيفية السادس عشر نحن الآن التحضيرات جارية قدم وساق المتوفدون يتوفدون بكثرة في هذه حتات الأذناء واقع وأفاق مستقبلية إن شاء الله كما أنها ستكون فرصة جيدة للتحضير للدخول الجامعي والعمل على إنجاحها رغم أن هناك أطراف كل يعلمها تريد العبث بالجامعة الجزائية وتريد أن تأخذ هذه الجامعة الصيفية من أجل تطبيق أجنداتها الحزبية نقولها ونعيدها أن الاتحاد للطلبة ولن يكون مطية لتطبيق أجندات حزبية